السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الاول الاعدادي مرحبا بكم مع درس جديد من دروس القواعد النحوية وهو درس الافعال التي تنصب مفاولين ليس اصلهم مبتدأ وخبر طبعا تخدت درس سلفات زنوا اخواتها وارفت ان هي بتنصب مفاولين اصلهما مبتدأ وخبر النهاردة ليس اصلهما مبتدأ وخبر طيب الافعال التي تنصب مفاولين ليس اصلهما مبتدأ وخبر تدور معانيها دايما حول العطاء والمنع ومن اشهر الافعال منحة اعطى كسة البسة منع سألة طيب ازاي بنستخدم الافعال دي وازاي بتنصب مفاولين تنصب مفاولين يعني بيجي مع الافعال دي مفاول به اول ومفاول به تاني نشوف اول المثال اعطى الله الانسان عقلا لو حبينا نعرف هتلاقي ان اعطى هي الفعل الماضي بتاعي الله هو الفاعل طيب اعطى هنا من الافعال اللي بتنصب مفاولين هل هيجي بعدها المفاولين قال لي الانسان مفاول به اول وعقلا مفاول به ثاني منح المحافظ الفلاحين ارضا برضو منحة من الافعال اللي بتنصب مفاولين ليس اصلهما مبتدأ وخبر يعني بيجي معها مفاولين مفاول به اول ومفاول به تاني يبقى الفلاحين هنا هتبقى مفاول به اول وارضا مفاول به ثاني كسا برضو نفس الحكاية هتبقى الوجود جمالا مفاول به اول ومفاول به تاني البست الام تفلها ثوبا هنا برضو تفلها وثوبا هتبقى مفاول به اول ومفاول به تاني منع الاب ابنه الخروج الابن هتبقى مفاول به اول والخروج برضو مفاول به تاني اسأل الله النصر هنا الله مفاول به اول والنصر مفاول به ثاني طيب بعض الملحوظات اللي تساعدك وانت بتحل الافعال اللي تنصب مفاولين ليس اصلهم مبتدأ وخبر ولازم تبقى عارفها عشان تساعدك على الحل اول حاجة ان خب بالك ان الفعل سألة بينصب مفعولين عندما يكون بمعنى طلبة زي ما احنا لسه ايلين دلوقتي اسأل الله النصر هنا انت بتسأل يعني بتطلب من ربنا النصر طبعا تاني حاجة ان بيعمل المضارع والامر من هذه الافعال عمل الماضي يعني ممكن يجي مضارع ممكن يجي امر عادي جدا مش تازم يجي بالصيغة اللي انا قلتها لك في الاول اللي هي منحها اعطى سألها كسا لا ممكن تيجي منها مضارع ممكن يجي منها امر عادي جدا عندما تبنى الافعال المتعدية المفعولين للمجهول بيحزف الفاعل ويصبح المفعول به الاول نائب للفاعل ويبقى المفعول به الثاني كما هو طب لو انت مش فاهم الملحوظة دي ان انا دلوقتي لو عندي فاعل زي اعطى المعلم المتفوج درجة ادي عندي اعطى من الافعال اللي بتنسب مفعولين المعلم الفاعل المتفوج مفعول به اول ودرجة مفعول به تاني طب لو حبيت ابنيه للمجهول اول حاجة بتشيل الفاعل وتضم الاول وتكسر ما قبل الاخر هيبقى اعطي المتفوج درجة طب انت خليت المفعول به الاولاني بعد اعطيها طب اللي بيجي بعد الفاعل المبني المجهول دايما بيبقى نائب فاعل خلاص يبقى احنا نخلي المتفوج اللي هي كت مفعول به اول هخليها هي نائب الفاعل طب وبالنسبة لدرجة اللي هي مفعول به تاني هنخليها مفعول به عادي يبقى المثال في الاخر هيبقى هيبقى اعطي المتفوق لان النائب الفاعل بيبقى مرفوع درجة مفعول به منصوب طب ملحوظة تانية مهمة ان التمييز بين الفعل اللي بينصب مفعولين اصلهم مبتدأ وخبر واللي بينصب مفعولين ليس اصلهم مبتدأ وخبر سهل جدا انك تفرق بينهم حتى لو نسيت الافعال يعني انا نسيت ان ظنة واخواتها اصلهم مبتدأ وخبر وان المنحة ومنعه واعطى ليس اصلهم نسيت ايه اللي يقدر يخلينا فرق بينهم بمنتهى البساطة هتشيل الفعل والفعل اللي عندك هيتبقى كلمتين الكلمتين دول لو ينفعوا جملة زي مبتدأ وخبر هيبقى دي من ظنة واخواتها الجملتين ما ينفعوش يبقى ليس اصلهم مبتدأ وخبر زي ما قلت اسأل الله النصر شيل اسأل الله النصر هل دي تنفع جملة اسمية مكونات مبتدأ وخبر لا اذا الفعل ينصب مفعولين ليس اصلهم مبتدأ وخبر يبقى اما اذا كان باقي الجملة ليس له معنى فالفعل ينصب مفعولين ليس اصلهم المبتدأ وبكده يكون انتهى الدرس بتاعنا النهاردة وهو الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر أتمنى نكون فهمنا الدرس واستوعبنا كوي